في عناويني نشرة الليلة تفجير انتحاري في مسجد في القطير هل تذكرون اسماعيل الخطير؟ اسمه ليس محمد الخطير، إنما اسماعيل محمد الخطير وما اكتشفته القوى الأمنية اللبنانية في حينه لم يكن مخططاً لتفجير السفارة الإيطالية بل ربما مخططاً لتفجير الرئيس الشهيد رفيق الحريري علاقة اسماحة كفوري من اللقاء حتى الإقام النصرة تسيطر على مشفى جسر الشغور وداعش تتنزه في تدمير من القدس الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين لبناء المستوطنات تشير بأنه في القدس أكثر من 15 ألف منزل تم هدمها من 67 حتى يومنا هذا هذه العنوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قد موسيقى موسيقى مساء الخير جمعة الإرهاب التي تعاقدت مع سوريا أربع سنوات أفرغت حمولتها اليوم في القطيف السعودية بتفجير انتحاري استهدفت صلاة والمصلين من أعلى المئذنة إلى سائر الساجدين السلطات السعودية أعلنت أن الانفجار نفذه انتحاري كان مزنراً بحزام ناسف يخفيه تحت ملابسه وقد خلف عدداً من الشهداء الروابط السياسية للانفجار أكثر من أن تعد لعل أكثرها سخونة الصاعق الموصول باليمن ما دفع حزب الله إلى توجيه الاتهام إلى المملكة لرعايتها واحتضانها الإرهابيين غير أن الدولة الإسلامية حسمت المسئوليات وتبنت التفجير وبالنسبة إلى داعش فإن دماء القطيف واحدة من دم معلق على دولة سوداء تمتد من المدن إلى المعابر وتغلق ممرات دول وتسيطر على شرايينها الحيوية توسع التنظيم الإرهابي لا يوزه دهشة سوى حجم الجوائز التي يكافأ بها مسبقاً من جيشين عربيين فالعراقي ينسحب من المدن والمعابر من دون ارتكاب أي مبادرة إلى المعرقة والسوري يحذو حذوه جيوش تترك ساحاتها وتحالف دولي من الـ 260 دولة يخوض حرباً وهمية منذ أشهر وكلما كثف طلعاته تمددت دولة داعش 3700 غارة منذ الصيف الماضي بنت دولة 25 مليار دولار دفعت من خزينة العراقيين وحدهم وإذ بداعش يصبح التنظيم الأكثر تسلحاً وقدرة على خوض الحروب وبعد كل هذا النزف استيقظ بارك أوباما على تدريب وتجهيز العصائب العراقية وراح من باله أن يدرب الجيش ويسلحه وهو الذي أهله طوال عشر سنوات مستخدماً طريقة الأمم المتحدة في تسخير النفط في مقابل السلاح أوباما اليوم يفكر في استراتيجية جديدة لكنه لم يصارح العرب بأنه لم تكن لديه في السابق استراتيجية قديمة بل قرارات ارتجالية بأسلوب الكاوبوي الأمريكي يفكر الرئيس الأمريكي عن كل العرب ويلغي ما تيسر من محتوياتهم العلوية دماغياً في حال وجودها ويقامر باستراتيجيات غير موجودة وخطط حرب تقود إلى تعزيز المنشأة الإرهابية الأولى داعش لا تفكروا فنحن نفكر عنكم ما لزوم التسلح النووي فإسرائيل لها السبق واستغباء العرب من قبل أمريكا يصيب بعدواه الدولة الفرنسية التي ابتلعت كل تصريحاتها السابقة فأعلن رئيسها فرانسواء أولاند عن بذل جهود جديدة بحثاً عن السلام في سوريا سباق فرنسي أمريكي في تسجيل أفضل كذبة على العرب حيث الفرنسي دعم الإرهاب حتى المذاق والأمريكي استخدم أموال العرب في حروب فاشلة أرسد دعائم الدولة الإسلامية عملية انتحارية في مسجد في السعودية تقتل وتصيب 120 شخصاً وداعش يتبنى الجمعة ظهراً وفي وقت أداء الصلاة استهدف انفجار مسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة القضيح في محافظة القطيف السعودية وهو مسجد للشيعة وذلك نتيجة أقدام انتحاري على تفجير نفسه ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 شهيداً سعودياً ونحو 100 جريح الداخلية السعودية وفي بيان لها تحدثت عن عملية انتحارية وقالت إنه في أثناء أداء المصلين شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القضيح بمحافظة القطيف فجر أحد الأشخاص نفسه ويتزنر بحزام ناسف يخفيه تحت ملابسه ما أدى إلى مقتله واستشهاد وإصابة عدد من المصلين وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن الوزارة باشرت التحقيق في الجريمة ونقلت الجهات المختصة المصابين إلى المشافي وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن الجهات الأمنية لن تألو جهدنا في ملاحقة كل من تورطة في هذه الجريمة الإرهابية الآثمة من عملاء أرباب الفتن الذين يسعون للنيل من وحدة النسيج الوطني بالمملكة والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وتقع الأقديح في الركل الشمالي الغربي من مدينة القطيف وتبعد منها نحو ميل واحد في وسط غابة كثيفة من النخيل تحتضنها من ناحية الغرب كثبان رملية عالية وتطل شرقا على الخليج وتبلغ مساحة الإقديح خمسمائة ألف متر مربع وتشتهر بصيد الأسماك وجمع اللؤلؤ ساعة قليلة وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم في وقت دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهتها هذا الحادث ووصفته بالجريمة البشعة التي تهدف إلى ضرب وحدة الشعب السعودي وزعزعت استقراره واتهمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إرهابيين مجرمين لهم أجندات خارجية بالوقوف وراءها بعدما غاضهم قيام المملكة بواجباتها الدينية والعربية والإسلامية وفق قولهم دان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الحاقد الذي استهدف مسجد الإمام علي في بلدة القضيح في القطيف وأضاف إن أصحاب الفكر التكفيري الإرهابي الآتم لا يميزون بتفجيراتهم بين شيعة وسنة ولا بين مسلم وغير مسلم وهم يمارسون وحشيتهم على الجميع وحمل حزب الله السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بسبب رعايتها واحتضانها ودعمها للمجرمين القتلى فكرياً وإعلامياً وسياسياً ومادياً وعملياً من أجل ارتكاب جرائم ممثلة في كثير من البلدان العربية والإسلامية وكذلك بسبب تقصيرها في تقديم الحماية إلى مواطنيها من أبناء المنطقة الشرقية لا بل تحريضها عليهم من على المنابر وفي وسائل الأعلام طوال الفترة الماضية بأبشع أشكال التحريض الطائفي والعنصري اسم اسماعيل الخطيب يتردد في المحكمة الخاصة بلبنان فمن هو الخطيب؟ وما علاقته باغتيال الحريري؟ تقرير رشال كرام في الدقائق الثلاثين الأخيرة من إفاداته التي استمرت ثلاثة أيام وقع مستشار الرئيس رفيق الحريري هاني حمود عن قصد أو عن غير قصد في فخ محام الدفاع عن متهم سليم عياش فتم الحديث عن أحداث 22 من أيلول عام 2004 في مجد العنجر يوم قبد على شبكة إرهابية بقيادة اسماعيل الخطيب الذي توفي خلال استجوابه ما أدى إلى غليان في شارع مجد العنجر أولا فلنستمع إلى وجهة نظر حمود في هذا الحادث كنت أنقل ما قاله لي الوزير إلياس المر بعد فترة من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أنه بعد الاغتيال بدأ يعتقد أن ما اكتشفته القوى الأمنية اللبنانية في حينه لم يكن مخططاً لتفجير السفارة الإيطالية بل ربما مخططاً لتفجير الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأنه أحبط هذه المحاولة الأولى برأيه قد يكون أحبط هذه المحاولة الأولى أليس من صحيح القول أن السيد المر مقتبس في إطار تقرير البي بي سي هنا في أسفل المقالة حيث قدم بعض المعلومات عن أحد الجهاديين واسمه محمد الكتيب هل ترى هذا الاسم في الخطيب اسمه ليس محمد الخطيب إنما إسماعيل محمد الخطيب في العودة إلى أرشيف تلك الفترة وذك التاريخ يتضح التالي في الحادي والعشرين من شهر أيلول عام 2004 دهمت قوة من فرع المعلومات بقيادة العميد منذر الأيوبي بلدة مجد العنجر حيث أوقفت عدداً من الأشخاص من بينهم إسماعيل الخطيب ونساء وضبطت كمية من المتفجرات والأسلحة للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح ومبان تابعة لجهات أمنية وحكومية في بيروت بما في ذلك مبنى السفارة الإيطالية في وسط بيروت الذي يقع قرب البرلمان اللبناني ومقهر بلاس دولتوال الذي كان الرئيس الحريري يتردد إليه وبالتنسي مع الأمن السوري الشفيق درنا نوقف عشر أشخاص تابعين لشبكتين أساسيتين بهالعملية شبكة أحمد سليم المئاتي عين الحلوي وشبكة إسماعيل محمد الخطيب بالبقاء الغربي إسماعيل محمد الخطيب على رغم من كلام وزير الداخلية الواضح يوم ذاك عن التعاون السوري إلا أن المستشار حمود حاول في شهادته التي أتت دائما نقلا عن مقاله له الوزير المر أن عناصر اللواء علي الحاج الذي كان قائد منطقة البقاع يوم ذاك ورجال اللواء رستم غزيلي منعوا عناصر أمنية المكلفة المكلفة متابعة مصدر المتفجرات ومداهمته منعوهم من مداهمة حديقة اللواء غزيلي فاستغرب القادة اللبناني وليد عكوم هذا الكلام السؤال لماذا يحتاج رجاله إلى رفع السلاح بواجه من يريد مصادرة المتفجرات والأمر بيده كان هو الذي يملك القرار حين ذلك صحيح هذا سؤال كبير لكن هذا ما سمعته مباشرة من الوزير إلياس المر في حينه بعيدا من التحليل والاستنتاجات فإن حمود ربط من حيث لا يدري بين هذه المجموعة الإرهابية وما سماه المحاولة الأولى لاختيال الرئيس الحريري غدا ما هي علاقة إسماعيل الخطيب بمجموعة 13؟ رشال كرم قناة الجديد قوة من الجيش تدهم أحد منازل السوريين في بر الياس وتوقف السوريين للاشتباه بعلاقتهما بالمجموعات الإرهابية وتحتجز عددا من أجهزة الخلوي والحواسي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه في بيان مختصر أن وحدة من الجيش اللبناني أوخفت السوري عبد النبي رومي ونجله علاء الدين في بلدة بر الياس البقاعية للاشتباه في علاقتهما بالمجموعات الإرهابية فاتوا فتشوا البيت وعامي بدهم جازي ما كان بالبيت استنوا لحتى إجوا أخذوا ابني وجازي جوالات ولبتوا بات بس ما لقوا شي يعني هون بالأصل ما في شي بالبيت يعني لي لقوا غير هيك يعني هلا إحنا معنا جوالات كنا عم نستخدمها هونيك بسوريا ومعد اشتغلت معنا هون رجعنا هون جبنا جوالات يعني ما بار فالو الزبط أدي عدد هون ما بار لا نعم نظر حدا وسألها الجيران إذا شافوا علينا أي شي كان هون ولا بالحارة اللي كنا ساكنين فيها إذا شافوا علينا شي غلط يحكم وأعلنت زوجة الموقوف أنها ليست المرة الأولى التي تدهم فيها قوة من الجيش منزل العائلة في بر الياس وإنما الثانية في غضون ثلاثة أشهر جبهة النصرى وجيش الفتح يسيطران على مشفى جسر الشغور وتنظيم داعش يسيطر على معبر التنف سيطر جيش الفتح وجبهة النصرى على مشفى جسر الشغور في ريف إدلب وقد تضاربت الأنباء حول كيفية سيطرة المجموعات المسلحة على المشفى وأكد ناشطون معارضون أن عناصر قوات النظام المحاصرة فيه تمكنت من الهروب تحت غطاء قسف جوي مكثف ولاحق إرهابي جيش الفتح الجنود في الأراضي الزراعية المجاورة ولم ترد أنباء عن وجود أسرى فيما أفاد التلفزيون السوري أنه جرى فك الحصار عن مشفى جسر الشغور والقوات الحكومية غادرت المشفى وفي الشأن السوري أعدم عناصر تنظيم داعش 17 شخصا على الأقل بينهم مدنيون في مدينة تدمر الأثرية وكان التنظيم قد سيطر على آخر معبر للنظام السوري مع العراق وذلك إثر انسحاب قوات النظام من معبر الوليد الواقع على الحدود السورية العراقية في البادية السورية والمعروف بمعبر التنف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي هذا السياق رأى الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند أن استيلاء داعش على مدينة تدمر يظهر الضعف الشديد للرئيس السوري بشار الأسد يجب أن نبني سوريا جديدة تتخلص من النظام ومن بشار الأسد ومن الإرهابيين وأدعو المجتمع الدولي إلى الإعداد لجنيف جديد وإلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا وفي دعوته إلى جنيف جديد إشارة إلى مؤتمرات سابقة هدفت إلى نقل السلطة سلميا من نظام الأسد إلى معارضة يدعمها الغرب لأن هذه المعارضة خسرت الأرض أمام داعش عشرون عاما من العلاقة بين ميشيل سمحة وميلاد كفوري وقع سمحة فيما نجح كفوري تقرير أدم شمسي في محضر فرع المعلومات الصادر في العشرين من تموز عام 2012 يروي المحضر أن ميشيل سمحة تواصل مع ميلاد كفوري في منتصف شهر حزيران وأبلغه أن اللواء علي مملوك يبلغه السلام ويريد منه تنفيذ اغتيالات وعمليات وبأن مملوك على استعداد بالتكفل بجميع التفاصيل اللوجستية وفي العشرين من تموز قرر كفوري التوجه إلى فرع المعلومات طالبا الحماية عين مخبرا سريا وبدأ تسجيل الجلسات الشهيرة الثلاث مع ميشيل سمحة على أن محضر المعلومات ما هو لنصف الحقيقة العلاقة بين سمحة وكفوري تعود إلى عام 92 وتحديدا وقت تكليف سمحة حقيبة وزار الإعلام وبحسب شهادة سمحة بعد القبض عليه فإن كفوري التحق بمكتب الوزير محمد الصفدي بعد انتخابه نائبا للمرة الأولى عام 2000 في طرابلس وعمل لديه مستشارا أمنيا وبعد تولي الصفدي وزارة الأشغال عام 2005 في حكومة السنيورة كان الكفوري مكتب في الوزارة ويعرف بنفسه باسم زهير نحاس وبين عامي 2000 و2005 كان ينقل كفوري إلى سمحة معلومات مكتوبة على أوراق عن تيار المستقبل والكتائب والمخيمات الفلسطينية علاقة لم تشهد تحولا بارزا حتى عام 2009 فقبيل انتخابات ذلك العام نقل كفوري رسالة من الصفدي طالبا من سمحة لقاء القيادة السورية وكلف الصفدي كفوري إجراء الاتصالات التنفيذية كان تكليف الصفدي كفوري بطاقة عبور من مكاتب الوزارة الصغيرة إلى قاعات الشام الفسيحة التقى كفوري في الشام عددا من القيادات السورية بمرافقة سمحة وبعد فوز الصفدي في الانتخابات ذهب كفوري بمفرده هذه المرة ليشكر سوريا بقي كفوري مستشارا أمنيا في مكتب الصفدي حتى عام 2011 أي إلى تاريخ استقالة حكومة سعد الحريري وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 2011 حجز المخبر مقعدا له على طاولة الكبار خلال عشاء حضره كل من الرئيس الأسد واللواء علي مملوك وميشيل سمحة والوزير الصفدي وبحضوري بوثينة شعبان عادت زيارة كفوري لسمحة بوتيرة أعلى وتحديدا بعد تأليف نجيم ميقاطي في الثاني عشر من حزيران عام 2011 بمعدل زيارتين في الشهر وبدأ يبدأ اهتماما بأحوال سوريا الأمنية تزامنا مع وقوع الأحداث فيها وفي آب عام 2011 بدأ كفوري وفي خلال لقاءاته سمحة التذمر من وضعه المادي سائلا الطرق التي يمكن الاستفادة منها خلال عمله في وزارة المال في حكومة ميقاطي وفي زياراته اللاحقة بدءا من تشرين الأول 2011 وتزامنا مع تصعود الأحداث الأمنية في سوريا بدأ كفوري يسأل عن إمكان مساعدة السوريين أمنيا مسميهم بالأصحاب كشفا لسماحة عن تحركات للمسلحين السوريين في الشمال وسائلا عن إمكان دخول الجيش السوري للبنان في جميع اللقاءات يدعي سماحة أنه لم يكن يبدي أي رد فعل لكفوري وفي شهرين آذار ونيسان عام 2011 عاد كفوري وأكد رغبته في مساعدة الأصحاب فما كان من سماحة إلا أن طلب منه الذهاب إليهم مباشرة ولقاءهم وعرض المساعدة مباشرة إلا أن كفوري تذرع بالوضع الأمني وبالخوف من اجتياز الحدود إلحاح كفوري على سماحة دفع الأخير إلى الارتياب منه والتهرب لكن بعد شهرين من الانقطاع وفي أثناء وجود سماحة في باريس هاتف كفوري سماحة في الثاني عشر من أيار طالبا مساعدته إخراج شادي المولوي بعد القبض عليه يدعي سماحة أنه رفض المساعدة وطلب إليه التواصل مع المعنيين وبعد عودة سماحة إلى بيروت في التاسع عشر من أيار زار كفوري سماحة في منزل الأخير وقال له أنا جاي إلا كتبلغ صحابنا أنه بدي أخدمهم بدي أعمل إرشان نظاف أوضاع المادية مش منيحة بدي أستفيد من هالشغلة هن بيعرفوا ويقدروا أنا عم بأرض المساعدة بواسطك ويشوفوا الشغل وبعد شهرين من الانقطاع عاد كفوري ليلح مجددا رفض سماحة إلى أن حصل طارئ ما دفعه إلى التواصل مع كفوري في أواصل شهر تموز كما جاء في محضر فرع المعلومات يبلغ سماحة كفوري سلاما من مملوك طارئ ما دفع بسماحة إلى القبول بالواسطة قبول يرجح رغبة سماحة في رفع أسهم ولائه للنظام السوري عارضا نفسه ساعي متفجرات هذه المرة عشرون عاما من العلاقة بين سماحة وكفوري وقع سماحة فيما نجح كفوري أخيرا في تقديم أوراق اعتماد أمنية كان فرع المعلومات في انتظارها أدم شمس الدين قناة الجديد هدم لبيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة واستبدالها بالمستوطنات الإسرائيلية التفاصيل في تقرير مراسلين نزار حبش على أصوات عمليات هدم المنازل استيقظت القدس المحتلة جرافات الاحتلال استهدفت هذه المرة بناية سكنية تعود لعائلة أبو سنين في بلدة سلوان بذريعة البناء دون ترخيص دائرة العلاقات الدولية والقومية في منظمة التحرير الفلسطينية كشفت أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت نحو 23 ألفا ومئة منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 67 نحن وإحصائياتنا تشير بأنه في القدس أكثر من 15 ألف منزل تم هدمها من 67 حتى يومنا هذا كل ذلك يأتي في إطار هدم المنازل لتهجير هؤلاء السكان وتفريغ المدينة من سكانها لأن يقطنها مستوطنين يهود وتأتي عمليات الهدم الآخرة بالتزامن مع إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس الموافقة على إقامة 90 وحدة جديدة في مستوطنة هرحما المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب المدينة المقدسة هذه حكومة فاشية وعنصرية من الطراز الأول العالم لا يمكن أن يقبل اليوم عنصرية فاضحة بهذا الشكل تطهير عرقي ممنهج مصادرة الهويات هدم البيوت طرد الناس من منازلهم وأيضا بناء مستوطنات وعزل القدس وحصارها وحرمان الشعب الفلسطيني حتى من الوصول إليها فهذه السياسة الآن وصلت إلى قمتها وتشهد دائرة اتخاذ القرار الإسرائيلية نموا في العنصرية تجاه الفلسطينيين لسيما بعد استصدار قرار بمنع العمال الفلسطينيين من استخدام الحافلات الإسرائيلية التي تقل المستوطنين أثناء عودتهم من عملهم لكن هذا القرار لم يصمد لساعات بعد انتقادات دولية ومحلية واسعة وإذا كان الدواعش يدمرون أرجاء الوطن العربي كلما يعبروا عن حضارة وعراقة فإن الحافرين في بطون التاريخ من الصهاينة يحاولون استنطاق حجارة عربية في قدس الأقداس علها تتكلم العبرية فإذا أعياهم كلامها هدموها بجرافاتهم وأقاموا بدلا منها جدران الحقد والكرهية من فلسطين المحتلة نزرحبش قناة الجديد أنا بكم الجديد استنكرت كتلة المستقبل ما سمته التهديد الذي صدر عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الممدد محمد رعد الذي استهدف وزير العدل الأشرفريفي والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وحملته وحزبه مسؤولية ما قد يتعرضان له ورأت الكتلة أن كلام رعد دليل إفلاس وتوتر وفقدان توازن وغياب اتزان وهو لن يخيف اللبنانيين ولا تيار المستقبل لأنه يؤمن بلبنان ويعمل من أجله لا من أجل إمبراطورية وهمية لن يكتب لها النجاح وأكدة أن حساب حزب الله سيأتي فيما بعد مع الشعب اللبناني عموما والطائفة الشيعية بوجه خاص التي يورطها في عداوات مع اللبنانيين وشعوب المنطقة العربية شهيدوا مكتب مكافحة المخدرات إلى مثواه الأخير بحزن وبلوعة الفراق حمل أهالي بلدة مراح شديد البترونية وزملاء استلاح جثمان ابنها الرقيب أول في مكتب مكافحة المخدرات دون سمعان الذي توفي متأثرا بجروحه جراء إصابته في تبادل لإطلاق النار بين عناصر المكتب والمطلوب حسن غالب إسماعيل في بلدة بريتيل الحمودية في بعلبك هو ابن 27 عاما سقط شهيدا خلال قيامه بواجبه وخسرته مؤسسته قبل عائلته هو الذي لم يخالف يوما أوامر قيادته التي منحته العديد من المكافآت وشهادات التهنئة على عمله ونشاطه وشجاعته واندفاعه بينها وسام الاستحقاق اللبذاني درجة رابعة ووسام الحرب ووسام الجرحة وميدالية الأمن الداخلي وميدالية الجدارة والميدالية العسكرية وتنويهين صادرين عن اللواء المدير العام لكوى أمن الداخلي تخرج الشهيد سمعان من معهد كوى أمن الداخلي عام 2011 والتحق فورا بمكتب مكافحة المخدرات الذي بقي فيه حتى استشهاده وقد صلي لراحة نفسه في كنيسة السيد في مراحة جديد البترونية حيث ستبقى عيني ادموم مغمضتين إلى الأبد بينما عيون زملائه في مكتب مكافحة المخدرات ستبقى مفتوحة أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الأقليبي أوقف ثلاثة أشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال سرقة ونشل بوسائل احتيالية وخفاء وفي أثناء استجوابهم في مخفر صيد القديمة اعترفوا بقيامهم بأعمال نشل وسرقة شملت مواطنين في مناطق مختلفة من محافظات جبل لبنان وبيروت والجنوب وذلك بالاشتراك مع فتاة يجري العمل لتوقفها وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهم بناء على إشارة القضاء المختص وهي تطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرف إليهم الحضور إلى مركز مخفر صيد القديمة الكائن في مبنى بلدية صيد صاحة النجم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية النازمة في جديد الملف الغذائي أكثر من سبعين حالة تسمم في عكار أوفد وزير الصحة العامة وائل أبو فعور فريقا مركزيا من المراقبين الصحيين إلى محافظة عكار لمعاينة المسالخ والملاحم ومحال بيع اللحوم على خلفية إدخال ثمانية أشخاص جدد من بلدة الحصني ليلة الخميس إلى مستشفى رحال في عكار للمعالجة بعد تعرضهم لتسمم في أعقاب تناولهم اللحوم من إحدى الملاحم في المنطقة يجو مع عوارض تسمم العرفة كلنا سوا تم إدخالهم ومعينتهم ومعالجتهم ومعالجتهم موجودين عندنا بحالة سابتة حالتهم مستقرة ومنعات العلاج اللازم ومعالجتهم مفروض يتابعوا بالـ 24 ساعة جيد حتى نحدد مصدر التسمم اللي يتعرضوا لنا هذه الملاحم بدأت التزم معنا بدأت تصرح لنا مين اللي عمي وزعلها بدأت تتعاون معنا وإذا ما حتى تتعاون معنا بدأت نكون أحنا كثير صارمين معهم بالذات يعني هني بالواجب فأنا بنصحهم يلتزموا ومن المقرر أن يرفع الوفد نتائج الكشف إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة إشارة إلى أنه في غضون أسبوع واحد ارتفع عدد المصابين بحالات التسمم في عكار ليصل إلى أكثر من سبعين حالة ملبسات الاعتداء على مدير مدرسة حي النزهة في طرابلوس محطة اهتمام وزارة التربية والعدل يتابع وزير التربية والتعليم العالي عن كثب قضية الاعتداء على مدير مدرسة حي النزهة في طرابلوس الذي هجمه أشخاص من أهل هرموش على خلفية خلافا وقع بينه وبين معلمة من العائلة ما أدى إلى تعرضه لنصف في الرأس وكسرا في يده اليسرى كانت ضربات كثير قوية وعمل يهزوا بشكل عليف الدخل بعض الوصفين بالمدرسة وبعد الوقفوا يعني الطلاب وأجوا معي طلاب للمستشفى وصلوا لي رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهل حاماتي ظهرت على رأس وفد من رابطة التعليم الأساسي المستشفى للإطلاع على وضع المدير مستنكرة ما حدث أنا بلغت معالي الوزير مباشرة لما صار الحادث كمان بلغت الكوى الأمنية اللي قامت بوجبة على أكمل وجه الطلب معالي الوزير اهتم جدا جدا بالموضوع لا يمكن يقبل أبدا أي اعتداء لا على مدير ولا حدا من أفراد الهيئة التعليمية هذا الأمر اللي صار بمسنا كلنا كوزارة نعتبر أنه الاعتداء صار على أي عضو أي مسؤول بوزارة التربية نحنا اللي يمكن نقبل بهذا الموضوع نهئيا معالي الوزير اتصل شخصيا بمعالي وزير العدل طلب أنه التحقيق ياخد مجرى للآخر بكل دقة وكل شفافية وطلب إشراف معالي الوزير شخصيا على الموضوع مفروض تعديل النظام مثل ما نحنا مانعين العنف بمدارسنا التلميذ ما لازم يتعرض للعنف كمان الأستاذ والمدير وكل الهيئة التعليمية وشددت حاماتي والوفد المرافق على عدم تكرار وقوع حادث كهذا زار القائد العام للقوات الدولية اليونيفل الجنرال لوتشيانو بورتولانو اليوم قصر عدل بيروت حيث اجتمع برئيس مجلس القضاء العلى قاضي جانفهد ومدعي عام التمييز القاضي سامير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر وتمنى بورتولانو على جميع زيارة مواقع اليونيفل في الجنوب للتأكيد على العلاقات الوطيدة مع السلطة اللبنانية جبيل تحتضن أكبر عدد من الرياضيين في سباق بيروت ماراتون للسيدات في مدينة السياحة والرياضة والتاريخ تقرير الزميل إبراهيم أهبيل عام 2015 يبدو أنه سيكون جبيلي بامتياز من النواحي كافة بدءا من افتتاح المنشآت الرياضية إلى جبيل عاصمة السياحة العربية وصولا إلى الإنجازات بوصول فريق المدينة إلى نهاء كرة السلة ثم الحدث الأبرز المنتظر والمتمثل بإقامة سباق بيروت ماراتون للسيدات تحت شعار القدلة الدام في مدينة التاريخ جبيل يوم السابع من الشهر المقبل زياد حواط رئيس بلدية جبيل وأحد الداعمين للسباق السيدات والداعم بقوة لحقوق المرأة أشاد بحضارة وعراقة وتاريخ المدينة نشارك على رأس وفد كثير كبير بدع كل أبناء جبيل للمشاركة بهذا السباق بدع كل اللبنانيين اللي يجوا على جبيل يتمتعوا بهذا السباق يتبتعوا بهالمدينة العظيمة والمؤسرة والاستثنائية إن شاء الله الجبيليين حيكونوا بكثيفة موجودين واللبنانيين بالتأكيد حيكونوا عقد طموحنا وحيشاركوا مشاركة كثيفة وكبيرة أستاذ زياد كيف بتنظر للأحداث الرياضية اللي عم تصير بجبال بعام 2015 الأحداث الرياضية المحلية إلى عاصمة للسياحة العربية وصولا إلى سباق السيدات المنتظر حركة الرياضية في هذا القضاء بدأت تنتشر بدأت تتطور وبدأنا نشوف أندي بمواصفات وبدرجة كتير كبيرة وهون نشوف المجتمع الجبيلي كيف يواكب على حركة الرياضية حواط أميلا أن تتحملت دولة مسؤولياتها تجاه المدينة التي أصبحت تيمثل سمعة لبنان في كل العالم وعد كل اللبنانية أن مدينة جبايل ستمثل لبنان أفضل تمثيل مدينة جبايل ستنقل للعالم العربي والعالم كله الصورة الحقيقية عن الشعب اللبناني الشعب المسالم الشعب اللي يحب الحياة الشعب اللي مؤمن بهالأرض ومؤمن بهالطراب وعم يطلع للمزيد من التقدم والإزدهار سباق مرة بيروت للسيدات والذي تنقله قناة الجديد يتوقع له تحقيق أعلى نسبة من النجاح نظرا لأهمية مكان إقامته في مدينة جبايل بالإضافة إلى أنها أصبحت عنوانا ورمزا للسياحة العربية إبراهيم وهبي قناة الجديد نحييكم الجديد ونواصل تقديم النشرة وفات رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي في الطائرة في أثناء عودته من تركيا توفي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي عن عمر نهزة 75 عاما وكان عائدا من تركيا ووفته المنية إثر تعرضه لنوبة قلبية في الطائرة والخرافي من موليد عام 40 وشغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي بين عامي 99 و2011 كما شغل منصب وزير المال والاقتصاد بين عامي 85 و90 والمعروف أن لجاسم الخرافي بصمة في تاريخ الكويت الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يذكر أن الخرافي هو ابن رجل الأعمال والنائب الأسبق محمد عبد المحسن الخرافي مؤسس مجموعة الخرافي وهو حاصل على ديبلوم كلية مانشستر لبريطانية فضلا عن تقلده عددا من المناصب الاقتصادية وعضوية عددا من مجالس إدارة الشركات وهو مؤسس وعضو في عددا من جماعيات النفع العام الأهلية والعربية والعالمية ومساهم فعال في منظمات العمل الخيري المنتدى الاقتصادي العالمي يناقش في الأردن خطط مجابهة التطرف والعنف ووضع اللاجئين والنازحين داخليا في عدد من بلدان المنطقة العربية انطلقت في البحر الميت في الأردن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت رعاية عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وبمشاركة عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين لسيما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكثر من ألف شخص من رجال الأعمال والاقتصاد والمحللين والخبراء ويصعى المجتمعون على مدى ثلاثة أيام إلى مناقشة أفكار تواجه التحديات التنموية في المنطقة وتسليط الضوء على أكثر الصراعات الأقليمية وتدعياتها على النمو إن الجمود الفكري الناجم عن التطرف والغلوم الديني أو المذهبي تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها وبالتالي فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتوكب معها مساعي نحو مستقبل تملأه الحرية والمساواة والتعددية ويخلو من القهر والظلم والإقصاء لكن تلك المساعي لا يمكن أن تكتمل دون أن تمضي بالتوازي معها خطة مدروسة للقضاء على الفقر هذا الأمر فتح المجال لعدد من المجموعات الإرهابية العابرة للحدود التي اتخذت من الدين ذريعة للقيام بأعمالها الإجرامية وقد ترتب على هذه الصراعات أن تحمل الأردن الشقيق أعباء مالية وأقتصادية كبيرة جراء استقباله لأكثر من مليون ونصف المليون من المهجرين وبخاصة من سوريا الشقيقة وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وزيادة دعمه للأردن للتخفيف من أعبائه الأردن غني بموارده الاستراتيجية وهذه الموارد مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي فضلاً عن أن الأردن يمثل بوابة تجارة المنطقة إن تنويع الاقتصاد والتبادلات التجارية يساعدنا أكثر ويوسع الشبكات التجارية ويتيح لنا الدخول إلى سوق العالمية وما حققناه في الاقتصاد يجعل العالم يدرك أهمية الأردن ككوة اقتصادية وأنها بوابة نحو المستقبل وتناقش جلسات عمل المنتدى قضايا المنطقة الاقتصادية والتنموية والشبابية وتحمل هذه النسخة من المنتدى عنوان البحث عن إطار إقليمي للإزدهار والسلام والتعاون بين القطعين العام والخاص نفى الدار كريستيز العالمية للمزادات أن يكون رئيس وزراء قطر السابق أشيخ حمد بن جاسم هو الرجل المتخفي الذي اشترى لوحة لبيكاسو تقدر قيمتها ب180 مليون دولار وكانت هذه الشائعة قد انتشرت في مواقع أجنبية على غير صحتها وأعقبت مزادا علانيا لدار كريستيز نظمة في نيويورك الشهر الماضي وتأكيدا للنفي أكدت قناة الـ CNBC الأمريكية أن لوحة بيكاسو التي تحمل اسم النساء الجزائر لم تذهب إلى رئيس وزراء قطر السابق وهذا ما تحققت منه قناة الجديد عبر مصادر مطلعة صفحة منوعة في هذا التقرير أثار السائق ظهر في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه الفسحة في الطريق لشاحنة مطافي كانت في حال طوارئ مع أن السائق قد يبدو أنه أجبر على التوقف فجأة أمام شارة المرور بشكل يوحي بأن سيارته تعطلت غير أن إعادة سيره ببطء بعد فتح الشارع تثبت إصرار السائق على علقرة سيارة الطوارئ في خلال عملها واضطر سائق عربة المطافي إلى الرجوع إلى الخلف ومحاولة المرور بين السيارتين أملا في كسب مزيد من الوقت قبل فتح الشارع غير أن حجم الشاحنة أجبرها على الانتظار كي يتحرك السائق المتعنت من مكانه تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق فيديو صادم يظهر سائق دراجة هوائية يدهس طفلة صغيرة على بعد متر من والدتها ثم يتابع طريقه كأن شيئا لم يكن وبحسب موقع مترو البريطاني كانت الطفلة لوسي البالغة ثلاثة أعوام تجري مسرعة للحاق بوالدتها التي كانت بجانب سيارتها المركونة قرب المنزل وفي هذه اللحظة مر سائق الدراجة الهوائية من أمام الطفلة فأسقطها أرضا من عزم السرعة بالعودة إلى محلياتنا صفحة أخبار متفرقة في هذا التقرير أعقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بره أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أن الجيش على جاهزية كاملة وهو منتشر على تلال الاستراتيجية من عرسال إلى رأس بعلبك ويتخذ كل الاحتياطات اللازمة لصد أي هجوم أو اعتداءات على الأراضي اللبنانية وشان قضية التعينات هلأ اليوم يلي مستجد قريبا هو تعينات مدير عام أمن الداخلي وهيدي شغلة أنا حكيت فيها وتفهمت فيها أنه اليوم تعينات يلي بتخص وزارة الداخلية منفصلة عن التعينات تبع الجيش هلأ يلي مستحق هو تعينات المدير عام أمن الداخلي عم بيعرجها وزير الداخلية أكد نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أن المعارضين المسلحين لن يتمكنوا من إسقاط حكومة الأسد على الرغم من المكاسب الأخيرة في المعركة وقال قاسم لوكالة رويترز لا يمكن أن يكون هناك حل من دون الأسد الخطر الأكبر في مشروع التقسيم في المنطقة هو على العراق لأن أمريكا تروج لهذا الأمر ويبدو أن هناك مكونات في العراق تريد هذا الاتجاه لكن ليس الأمر ناضجا حتى الآن الحلول معلقة في سوريا لا يوجد حل سياسي في المدى المنظور في سوريا ومتروكة للاستنزاف وللميدان بانتظار تطورات أخرى في المنطقة وخاصة في العراق في اعتقادنا أن كل ما يحصل الآن في سوريا هو عمليات كر وفر ميدانية لا تغير في المعادلة لا جغرافيا ولا سياسيا المنطقة اليوم هي منطقة ملتهبة متوترة ليس فيها حلول مطروحة ويبدو أن هذا الأمر سيستمر لعدة سنوات وهي معرضة أيضا لإمكانية التقسيم في بعض بلدانها في إطار جولاته على القيادات السياسية لطرح مبادرة عون زار وفدهم من تكاتل التغيير والإصلاح رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بهذه اللحظة التاريخية إذا ما رجعنا استعدنا الدور الريادة يلي هيدا حق لأينا كمسيحيين بالمشاركة وأن يكون إلنا كلمتنا مسموعة مثل ما كل الآخرين كلمتهم مسموعة منكون عم ندمر البلد على الصعيد المساقي على الصعيد القياني وعلى الصعيد الهوي نحن اليوم نقول مقاربة الاستحقاق الرئيسي ما أنه فقط مقاربة تقنية وقصة عدد وعن من ثلاثين زيد واحد والنص زيد واحد هو مقاربة ميثقية وبالتالي الصوت المسيحي هو أساس بهذا الاستحقاق عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد جلسته الأولى في قاعة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد في دار الفتوى بحضور الرئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب مقاطي والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق فتح مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان الجلسة بكلمة جامعة عرض فيها المهمات الإصلاحية الست التي على المفتي والمجلس الشرعي إجراؤها من أجل تحقيق الإصلاح في صيدة أقفل صيادو الأسماك سوق السمك الميري على الكورنيش البحري رفضا لبيع الأسماك المجلدة أمام السوق وقيام التجار ببيع كميات كبيرة من الأسماك المستوردة في داخله ألمان أن هذا السوق مخصص لبيع الأسماك الطازجة وأكد النقيب الصيادين علي كعين أن هذا الأمر معاد مقبولا داعي للمسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في إطار حملات التوعية بخصوص مرض السكري شرع مستشفى ومركز بلفو أبوابه أمام الزوار الذين توافدوا إلى مقر المستشفى في المنصوري للاستفادة من اليوم الطويل الذي خصصه لتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المرض وإجراء الفحوص المجانية اللازمة من قبل أطباء ومرضين وصيادلة وخبراء تغذية وبالتزامن عقد المستشفى مؤتمر العلميا جمع أطباء وخبراء لبنانيين ناقشوا أحدث المستجدات الطبية في علاج مضاعفات هذا المرض المصاب فيه واحد من أصل سبعة من البلغين في لبنان نصفهم لم يجري تشخيص حالتهم كان في النشرة تفجير انتحاري في مسجد في القطيف هل تذكرون اسماعيل الخطيب؟ اسمه ليس محمد الخطيب إنما اسماعيل محمد الخطيب وما اكتشفته القوى الأمنية اللبنانية في حينه لم يكن مخططاً لتفجير السفارة الإيطالية بل ربما مخططاً لتفجير الرئيس شهيد رفيق الحريري علاقة اسماح كفوري من اللقاء حتى الإيقاع النصرة تسيطر على مشفى جسر الشغور وداعش تتنزه في تدمر من القدس الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين لبناء المستوطنات نحن وإحصائياتنا تشير بأنه في القدس أكثر من 15 ألف منزل تم هدمها من 67 حتى يومنا هذا ختم النشرة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر